افترضوا أن لديكم دالة لها مدخل واحد وليكن T أما المخرج الخاص بها فهو عبارة عن متجه ويعتمد المتجه على قيمة T فعنصر X للمتجه هو T ضرب كوسين T أما العنصر Y فهو T ضرب سين T تسمى هذه الدالة بالدالة الوسيطية أو البارامترية وهي في هذه الحالة دالة وسيطية ذات مدخل واحد وفي هذه الحالة المدخل الوحيد هو T تمتاز الدالة الوسيطية بأن مخرجاتها متعددة الأبعاد ورسمها البياني عبارة عن منحنة ففيها مدخل واحد ومخرج ثنائي الأبعاد دعونا الآن نمثلها بيانياً بما أن المخرجات ثنائية الأبعاد فعليكم رسم مستوى إحداثي هنا والآن عوضوا أكثر من قيمة لT حتى تروا شكل هذه الدالة وابدأوا بالصفر هذا يعني أن المدخل يساوي المخرج وهذا يعني أن المتجه قصير بصورة لا متناهية عوضوا الآن قيمة أخرى ولتكن بيانياً 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 ب باي للمتجه يساوي باي على اثنان بناء على ذلك يصبح المتجه هو صفر فاصلة باي على اثنان وباي على اثنان يساوي واحد فاصلة سبعة تقريباً أي هنا تقريباً على محور y وسيبدو المتجه بهذا الشكل لو حاولتم تكرار الأمر بطعويض عدد أكبر من المدخلات فستحصلون على عدد أكبر من المتجهات والتي قد تبدو هكذا كما ترون رسم الأسهم جميعها يجعل فهم الأمر معقداً بعض الشيء ولهذا لا حاجة لرسمها بل يمكن الاكتفاء بالنقاط التي تمثل مخرجات الدالة أو بمعنى آخر رأس كل متجه سوف تشاهدون الآن رسماً متحركاً لتوضيح المخرجات المحتملة عند استخدام عدد معين من المدخلات على فرض أن قيمة T تتراوح بين صفر وعشرة شاهدوا الآن المخرجات المحتملة تتراوح قيم المدخلات بين الصفر والعشرة والنتيجة هي حصولكم على شكل حلزوني تعلمون أن هذه النقطة تمثل T يساوي صفر أما هذه فتمثل T يساوي عشرة ولكن الجانب السلبي من تمثيل الدالة بهذا الشكل هي عدم التأكد من موقع النقاط التي تتقاطع مع المدخلات الأخرى يمكنكم لربما التخمين أن واحد ستكون هنا أما اثنين فقد تكون هنا ولكن لا يمكنكم معرفة إن كانت هذه المواقع دقيقة كل ما تحصلون عليه هو شكل المنحنة والذي قد يكون مطابقا لشكل منحنة دالة أخرى عندما يتطابق شكل المنحنة مع دالتين مختلفتين يكون الفرق بينهما هو موقع النقاط نسبة للمدخلات شاهدوا هذا الرسم المتحرك حتى تتمكنوا من فهم الفكرة بشكل أفضل ستكون الرسمة سريعة في البداية ولكنها ستبدأ بالتباطئ كلما ازدادت قيمة المدخلات أي كلما ازدادت قيمة T هذه الدالة ليست نفسها الدالة السابقة ولكن شكل المنحنة الخاص بها مطابق لها كانت حركة المنحنة سريعة في البداية وهذا يعني أن موقع T يساوي واحد قد يكون هنا أما T يساوي اثنان فقد يكون هنا وثلاثة قد يكون هنا أما عند بلوغ النهاية تقريبا تصبح سرعة المنحنة أبطأ ما يعني أن T يساوي سبعة قد تكون هنا وثمانية هنا وتسعة هنا كما تشاهدون يمكن لدالتين مختلفتين أن يكون لهما نفس المنحنة وبهذا ينتهي الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر